لن نبدأ من الصفر هكذا يبدأ المبعوث الاممي الجديد مارتين غريف الحديث عن مهمته في اليمن المهمة التي لم ينجح فيها مبعوثين سابقين في تحقيق تقدم يفضيل تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن وصل مبعوث الامم المتحدة الى صنعاء مخالفا التوقعات التي كانت تؤكد بدء جولته المحلية من عدن وخلال مؤتمر صحفي عقده في صنعاء قال مارتين انه لن يتجاوز الحوارات السابقة بل سيبني على نتائجها مؤكدا ان عمله الاساسي اتمام المهمة السابقة للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ احمد تبدو مهمة المبعوث الجديد محصورة في انجاح جولة رابعة من المشاورات بين الشرعية والانقلاب في ظل مؤشرات تدلل على تعقيدات تواجه المسؤول الاممي فتأكيده على البدء من مباحثات اسماعيل ولد الشيخ والبناء على نتائجها يعني احتمالية رفض ميليشيا الحوثي بالقبول الايجابي بعقد مفاوضات جادة وبناء وبالتالي استمرار الازمة اليمنية لا نتائج قريبة فالمبعوث الاممي الجديد سيأخذ وقته وفق تصريحاته لفهم ما يحدث في اليمن حيث قال انه سيجري العديد من اللقاءات لفهم ما يجري بشكل واضح والاستماع لمختلف وجهات النظر مما يؤكد ان معاناة اليمنيين ستستمر بينما الامم المتحدة مشغولة باقناع ميليشيا انقلابية لإيقاف حرب قال عنها السفير البريطاني لدى اليمن بان الغرب قد نسي اسبابها